شرح لنا جول بتاعه ده بالمرة يعني سيبه يا جماعة الكرة دي انا هنا هقف عند محمد عبد المنعم وهشرح يعني دي جبين حالة من ضمنا محمد عبد المنعم النهاردة كان واخد تكلفات من مارس الكولر ودي تكلفات علشان ناس تفهم وليه كان بيزيد واخد تكلفات انه لما مروان وكان متوقع مارس الكولر انه هيتضغط عليه بأيما انحسوني يطلع هو يعمل عملية الزيادة ويعمل الباس طلعت يا محمد دستع الكرة مرة واثنين وثلاثة الكرة بتتقطع متع مش ستة مسباص واحدة منهم ترد بكرة في العرضة والتانية تزنق بيها عالي معلول والتالتة تتقطع وتروح هاجمة خطرة على مصطفى شوير وهنا ارجع بقى على الفريم ده ده جون الوداب بقى دي الكرة الاولانية ده مش جون الوداب ارجع ارجع معلش ارجع تاني ايو الفريم كمان هاتلي الارتقاء اللي من الجنب ده انت راس مالك يا محمد يا عبد الملم راس مالك يا محمد يا عبد الملم ويطلع الراجل ياخدها منك بالمنظر ده صعبة جدا لانها في الاخر غلطة ودتك بانفراد وهنا خطأ مشترك ما بينه وبين ماروان لان ماروان غلط مرتين النهاردة لما شروح لجون الوداد ورغم انه قده مبارا جيدا ماروان عطيه كالعادة لكن غلط غلطتين سراحان او تعب من كتر المجهود النهاردة والضرب بالضرب كتير اوي التلسى على الاولانيين وده دارس قبل مباراة العودة الضرب كتير جدا في الشوت الاول فالرجل كان همدان بلغة الكرة فالكرة دي ماروان سراح فدخور ردل جادي جواد 18 ماروان كان مفروض يرحل معاه وده كان الطبيعي الراجل سامبو بيطلع بيطلع معاه اتنين المدافعين وماروان بياخد الراجل اللي جاي من تحت اللي هو يا ام ايمن حسوني يا ام ردل جادي ودي الكرة اللي كان فيها جزء من السراحين يلا روح لحلقة اللي بعدها اه وقف هنا بقى وقف هنا عشان انا هتكلم يعني لازم ادي له حقه النهاردة كريم مصطفى شبير مصطفى شبير مصطفى شبير النهاردة مش اقول ما قوله الحارس عظيم لانه اقدم مباريات جيدة قبل كده لكن في المباريات الكبيرة في المباريات الكبيرة في المباريات اللي بتحتاج للشخصية وانا يستحضرني كابتن احمد شبير الاب بقى لما كان الاتنين العماليق رحمة الله عليه كابتن سابت البطل وكابتن اكرامي الكبير اكرامي الشحات كان هما حراس النادي الأهلي وكابتن شوبير كان هو الحارس التالت مباراك كانوا نيوين دي فاينال أفراقيا نهائي بتولة الكويس الأفراقية ويقف كابتن أحمد شوبير في الفاينال والأهلي يحرز الكاس ويكون واحد من نجوم المباراة في مباراة المصري في نهاية كاس مصري في نفس السنة يحصل نفس الموقف ويكون واحد من نجوم المباراة النهاردة بيستعيد ذكريات أبوه اللقطة الأولانية لقطة صعبة جدا وانفراد وانا عايز بس الفريم بتاع آخر فريم في الحالة الأولانية بتاعت مصطفى شوبير بص يا كريم الخروج ودايماً بنسميها في كرة اليد بنسميها النجمة مالهاش حل غير نوية طلع يعمل كده الخروج توقيت الخروج المسافة التحرك الكرة من أولها واخد خمس يارضات عشان يقفل الجون خروجه الكرة التانية لو جهزة معنا الحالة التانية الكرة بتاعة التصيبة بتاعة أيوب العملوط صعبة جدا ناس ما تاخدش بالها كريم الكرة صعبة جدا 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 إن هي محتوطة الراجل ركنها مش شايتها محتوطة المفروض إنها هتروح فوق مصطفى شوبير تصدي ممتاز النهاردة مصطفى شوبير بيكتب اسمه في مصطفى صعبة جدا شخصية كبيرة قوي بالإضافة للفانيات شخصية كبيرة قوي عنده مصطفى شوبير